يا هلو سهلا فيكم وصلنا إلى فقرة تقنية خلونا نبدأ فقرتنا حياكم الله من جديد مع تطورات من الطلبات العصر تم تطوير البيوت لتصبح منزل ذكي سمارت هوم نلاحظ في مؤخر في عالمنا العربي التوجه لتقنية التحكم عن بعد في جميع أو معظم التجهزات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية بنظام التحكم الذكي لحديث أكثر نرحب معنا بضيفنا أستاذ عامر الخالد مهندس عامر الخالد يا هلو سهلا فيك ومنورنا حياك الله الله يسلمك بالعكس شكرا لكم والدعوة الطيبة هذه الله يحييكم ومنورنا كرامك جدا جميل بس ما دري هل سؤال هل بيتك حولتو سمارت هوم؟ والله يشوف أنا قاعد أشتهد يعني أسوي كم شيء يعني زي اليو اس بي مثلا فيش الكهرباء خلتها اليو اس بي على أساس يكون يعني أفضل مني أنا أستخدم التوصيلة صحيح يعني هو حصل عندك الديفايزز كثير نواف أخوي نواف أنه البيت حتى القائم أنه كثير تقدر تحوله للبيوت الذكية الفكرة منها أنه يكون عندك سهولة التحكم بكل حاجة محتاجة في البيت البيوت الجديدة اللي جاء ستطلع في السعودية بالذات مدينة رياض وفيش الشمال في اليوم كلها سمارت ديجوتل بمعنى آخر الإضاءة كنترولد سواء من خلال الجوال تطبيقها أو من خلال ساعتك الإلكترونية عندك التكيف تولع الطفل وكتما تبغى أو غير طبعا هو الموجود قديم إيش هو تقول تبو صلة 24 المكيف في الصلاة أو يشغل العين لا في الليلة وفي النهار تبغاها اللي هو في تامر عليها صحيح كليك تقدر تسويها إلكترونيكلي عليها فهذه هي السمارت هوم لو دخلت ديتلز أكثر طبعا التلاجع حقتك أقدر أسويها لك تشغيل فيها أقدر أتحكم لك إنه إيش الأشياء الموجودة والغير موجودة فيها الغسالة وإنت مسافر خلاص ديت شيئتها بملابسك وخطيت كل حاجة واشتغلت لحالها ففكرة السمارت هوم هي سهولة التقنية للإنسان المستهلك هذه فكرتها أساسا بعض الناس قال لي عامر ترى كسل لا ما يكسل إنه حياة أنا رتمنى الزمن الحالي صار سريعي فصاري بغارك حاجة تساعده في عصر السرعة فمن تفاضي أوه نسيت اللمبة هاد وطفيت النور هاد والمكيف هاد فخلاص كله من دخلال تطبيق تحكمتها وربطنا معاها هيش نظام كاميرات المراقبة ونظام الانذار موكل حق السرقات لقدر الله الله يحفظنا جميعا وإياكم طيب خليني يعني أسألك شوي إنه اليوم يعني كل ما زادت اللقعتهم الفشلتي أو الإضافات كل ما كان الأشياء ممكن أنها معرضة أنها تخرب عليك كثير صحيح فهل تشوف أن اليوم إذا أنا حولت منزلي إلى سمارت هوم ما رح يكون عندي صيانة كثير ما رح يكون في عندي خسائر كثير يعتمد عليك نواف يعتمد على المستارك نفسه كيف لو أنت مستخدم كل التطبيقات كل وحدات طريقة سليمة لو خربت هيجيك انذار قبل تخرب أوكي بس يبقى تكون أنت متفاعل معاها يعني أنت منزلت على التطبيق زي ما تفضلت حين المخرج الكهرباء اللمبة هذي هو بيجيك انذار على جوالك على التطبيق طبع عندك اللمبة AXYTHIN فيها 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 أكس أو خربت و أنت مسافر لمبة هذي احترقت تبلغ حقون الصيارة تبلغ أحد منك غير لمبة على فكرة فتجيك لو أنت ما أنت متعود عليها و ما أنت ماشي مع تطبيقات أو مع التقنية الأصرية لا تسويها من أساسها أوكي لكن الخراب ما يعتقد لأنه هي جهاز تطبيقها عمر افتراضي بشكل أفضل للتقنية الموجودة اللي تبغاها فأنت إيش اللي تبغاها هو دائماً أقول لا تستعمل حاجة فوق طاقتك إذا حاجة ما تبغاها ليش سويها لو أنت الآن معاك محمول أو جهاز الكمبيوتر في المكتب أو في البيت تبغاها تشتري اللي هو السيرفر يكلفك 15 ألف ريال و أنت كل اللي تبغاها وورد و تكس و إيميلات فحرام تدفع المبلغ هذا نفس الشي في التقنية سمارت ووم إذا أنت محتاجها لا تشتريها لكن حنا مثلا عندنا بالذات في السعودية أو في الدول اللي عليها حرارة عالية عندك الشطر إذا سبيل المثال فأنت مسافر و رحت كيف تعرف متى تتقفل الشطر حق الغزاج و ستاير الخارجية ولا تتفتحها سنسور يحط لك عليها و يعطيك ألارم على التطبيق تقول لك السارة في الغرفة الفرنينية تقفلت بسبب درجة الحرارة الغرفة صادت كذا أوكي فهذا على طاقة و فيه طاقة يعني هي كل الفكرة أنه كيف يسهلك حياتك اليومية طيب لو أنت مسافر لم يقفل لك هذه الشطرة و السارة الداخلية ما في حد تجي تحصل بيت عندك مولم الحرارة عدا ولا لا صح طيب الحراق التي تصير لقدر الله ايش سببها كهرب ضعيفة كهرب لو عندك ديفايزز حتى لو بيتك يعني حالي قديم أجهزة موجودة الديفايزز تحطها اللي هو حق الفاير ألايم لنذار الحريق يعطيك سنسر أشعار على جوالك تطبيقك أنه ترى فيه ريح الدخان قبل أن تصير الحريق الحرارة ترى طلعت قبل أن تصير حريق لقدر الله فهي الفكرة أنه حاجات مميزة يسهلك وتمنع أن يصير شيء قبل الحدث طيب اليوم فيه كثير فيه تنافس من ناحية الأجهزة والأشياء هذه فتلقى الواحد شوي يلجأ إلى الأشياء الأرخص على الأساس يقولك أنا أوفر في السعر بس ما يدري أن هذا الكواليتي يكون ممكن هذا هو اللي يسبب لك المشكلة فإيش وجهت نظرك من هذه الناحية وهل أنا مثلا ممكن أوفر فيه أشياء ما بس فيه أشياء مثلا زي أخي نقول كهربائية هذه ما فيها لعب هذا حياتك كوي نوع يعني في بيتك بالذات هي حياتك إذا وفرت حاجة وصار حليقة لقدر الله هلك اللي بيسيرون بغيابك طبعا إيش جايس توفر طبعا مسترخص في عمر أولادك يعني في بيتك عفوا في السيارة في الكفر في اللابتو في الجوال هذه براحتك بس حياتك وحيات أولادك هذا لا تستخرس بها الكهرباء يقول لك حط ستة ملي حط ستة ملي الكابل لا تقول الله أوه نحن ستغلها أو حطها ربع ملي مفتاح الكهرباء حتى لو في الصين لا تحط حاجة رخيصة يعني حتى الصين عشان للناس لا تقول لك والله أشطح روح أوروبا لا الشيء جرح حلم الصين بس في كوالتي والحمد للعندك هي المواصفات عندنا شادة حيلة مضبوط في حكاية الجودة ونحة السيفتي فبعض الناس يعني يسترخصون يقول لك أروح يستورد من نفسي وأجيبها وخلاص صح أنت بتوفر من التاجر المحلي بس تاجر المحلي عشان أعطيك الأمن والأمان أكثر بإذن الله من خلال جودة المواصفات اللي قدمها لمتجات العطاقية فلا تصرخص بأي حاجة تخص بيتك أو حدك الشخصية جميل يعني نفهم منك أن اليوم الواحد يبغي يوفر يوفر في أشياء كماليات كماليات لك زي ما قال كافر الجوال للجوال بس اليوم الأشياء الأساسية في بيتك أو خنقل يعني مجرد ما أنك تجي تبني البيت لا تحاول توفر فيه خذ الأشياء الغالية لأنها راح يكون على قولة مسعرة فيك ودوم معاك يعني هذه يعني بيتك بالذات وحياتك وحياتهلك ترى مشروع استثماري ما هو والله شي مؤقت مشوار بتغيره لكافي بتاخده وتنتمنه فبالذات الأشياء الشخصية اللي في بيتك فعشي كده اللي منقول البيوت الذكية هي سووها لنا حنة الإنسانية ما تحصل مكتب سمارت أوفيس صحيح ما تحصل مصنع سمارت أوفيس فيه أوتوميتد اللي هو الآلات المكانيات اللي تتشغل من حد ذاتها بس ما تحصل مصنع كله أوتوميتد لكن المنزل لنا للإنسانية بإنت وزوجتك وهلك وهلك عشان كده فعشان كده نحن نقول السمارت هوم هو شي جميل جدا والحين لو طلاح لذات التجربة الشغلية عليها في شمال الرياض شمال طريق المكس ألمان في كثير من البيوت الحين صاد ذكية بدأت وبدأت على فكرة شركة الكهرباء وهي المواصفة تساعدك لو أنت مسويت في المواصفة حقيتك بناءك أنه بيتك بيكون سمارت بيعطوك عليها مكافآت جميل في تحفيز في تحفيز عليها لأنه عارفين هو المستقبل عارفين هو بوفر كهرباء بوفر طاقة لأنه لما وفر أنا أي حاجة في الحرارة ووفر الطاقة معي أنه وفرت في جيبك صحيح ووفر فعلا وسيفتي أكثر ناحية أمنه أمام بعض الله الحاجات اللي بنايتها الحاجات اللي استعملتها الأسلاك حق الحريق كاميرات المراقبة الأمنية وربطوك هي على مكان مركزي فبمعنى آخر فكرة أنه يكون بيتك سمارت هوم جدا جميلة وزي ما تفضلت أخوي نواف من شوية أنه حتى لبيتك قائم فيه وحدات تقدر تحطها على اللمبة أو على المفتاح الكاربة تغير تكون سمارت هوم صحية مبسطة لكن تفي بالغرض إن شاء الله طيب خلينا نبدأ معاك بخطوة أولى اليوم أنا زي ما قلت لي سألتني نواف كيف بيتك مش مارت هوم أنا قلت لك بيتي مش مارت هوم بس إش أفضل خطوة أني أنا أبدأ يعني أبدأ شيء أساسي يكون بيتي سمارت هوم أول خطوة تسويها الإضاءة هذا عندنا صرف غير طبيعي ننسح لنا وحدات الإضاءة الإضاءة نتغير المفتاح واللمبات نفسها إضاءة رقم واحد والحريق برضو رقم اثنين هو الحريق تركب الجهاز هذا لأنه مهم تركب الجهاز بأنه هو جوارلس على فكرة لاسلكي ممتاز ما تقول لا بمدد وكس لا لا اليوم كل الوحدات هذه صارت لاسلكي ننزين رقم ثلاثة اللي هو الخزانات الموية ممتاز أنت عندك حرارة عالية على فكرة وناس تخف بها ننزين اليوم صارت واحدة ما تكلفك 400 ريال تحطها على خزان الموية تبرد الموية عندك لأنه عندنا الموية حارة جميلا هذي اش وفرت انت وقت لما تجي وتبردها عشان الثلاجات عندك الثلاجة نفسها الثلاجة نفسها نحن نفتاحها نسكرها عدل بس ايش يصير عندك الحمد لله هاي تمسوناك هو الخط الأحمر الأخضر توفر في الطاقة الكهربية حقاتها الليلة اللي هو المكيفات المكيفات ترى أساسية صحية استثمار بس انت لو تعرف مكيفك القديم اللي من 4 سنوات ضعف الفاتورة حقتك اللي تدفعها حاليا لأنه برضو بحكات الكمبراسور ما تيفصل لأنه ينطيك يش تغل لو انت سويته على سمارت اللي هو المكيف الجديد السبليت يونت واحدة الجدارية ترى هذي بالريموت تتحكم فيه من خلال تطبيقك يعني ما انت غرفتك عشان كده تربطها كله في بعضها بعدين سبحان الله التطبيقات صارت مجانية يعني ما بولك تشتري انت جالسة هي قيمة الوحدة اللي تربط النظام اللي هو حق الكهرباء أو الغسال أو المكيف هذا شرايتهم لكن التطبيق صار مجاني فهي هذه الفكرة أنه جماعة الخير تعالوا خلنا نكون مع تطور العصر باللي نقدر عليه يعني ما أقولك تعالى غير بيدك كله حتى لا تقول لي يا الله عام رفايد دخلت و جبت العيد فيه حلو الواحد أخذها بخطواتك مراحل فعلا يعطيك العافية مهندس الله عفوك صلت يعني اليوم السمارت هوم هذا يسهل حياتك مثل ما تفضلت صحيح يعطيك العافية و إن شاء الله أستاذ المشاهدين يستفادوا من المعلومات و هذا نعتبرنا إن شاء الله و شكرا لك المهندس عامر الخالدي و يعطيه العافية إن شاء الله استفدته